اشتركوا في القناة احكي معرفيتي شوي شوفيها يعني شبك امير كذابة انتي سراءة ما سرقتلك شي هاتي موبايلي عطيني اياه خدو ما بدي اياه شو عملتي رفيف نزعتي شبكن انتو الاثنين بابا انا رح قلك فاتت لعندي واخدتلي موبايلي لا مو صح هادل حكي امير عم يكذب انا كان بدي احكي منه بس لانه موبايلي خرب حاش تقذبي حاش خرسي بنتك نزعتلي موبايلي سرقتلي اياه سراءة ليش حتى اسراء موبايلك القديم شو بدي يساوي فيه شوفي فورا عملني بدي اتراء موبايلي بابا انا ما سويت له شي رفيف هي اختك ما بصير تحكي معا هيك لا رفيف ما انا اختي هي بنت عمه جميل ما انا اختي يا امي امير عيب هيك حبيبي جميل ما له عمه هو ابوك وكمان بيحبك كتير ما بصير تتعامل مع رفيف بهي الطريقة لازم تحبه يا امي انا ما بحبن يا امي مستحيل حبن اذا ما بتحبنا فيك تروح من هاد البيت اساسا ما بتحياك رفيف فيكن تروح انت وامك من هون لانه اساسا صار البيت بشع سكيتي رفيف شو سرك انتوا هي اللي يروحوا مو نحنا بس يا بابا نحنا كنا مبسوطين اكتر قبل ما يجوا عبزنا اصدق نحنا هي اللي كنا مبسوطين انت سكوت حياتي صارت بشع بسببك انت وابوكي ما بدي اسمع صوت رح تتعاقبوا على هالشي بس بابا رفيف سكيتي ماما امير يلا ع غرفتك ما بحرف شو سايد لون الو هلأ صار الوقت بكرا رح فهمك كل شي ما تنق كتير بكرا منحكي بقصة المصاري رفيف متضايق كتير وأمير معام يتقبل تكون أبو هاد البودرة معام يخليني يكون مرتاحة شو رح نساوي معاما؟ رح نساوي متل ما تصرف بابا معنا أنا وأخي من زمان ما فهمت عليك أنا رح أعلمهم كيف يصيروا أخوي ويحبوا بعض يلا جايين انتظر شوي أمير ابني وقف شوي وقف شو صار لك؟ وقف عم قل لك لك حاكيني طلع فيني وقف أمير إجا الباص تركني بدي روح تعالي بنتي يلا رح يجو معوني مليح انتو لتنين رح تروحوا عن مدرسة ماشي كيف يعني؟ بس بابا هيك رح نتأخر ما رح تتأخروا إذا رحتوا بسرعة بتلحقوا ليش ما رح نروح بالباص؟ سائر أفندي قل لي أستاذ جهزتن؟ كل شي جاهز متل ما قلت لي جيبه فورا إستاذ أنوار خلي روح فيك تروح يا أخي الأولاد ما رح يروحوا بسرعة تفضل إستاذ شو في جواته؟ بلا أسئلة يلا كل واحد يحمل الصندوق من طرف وخدوه معكن كيف يعني نحنا ناخده؟ ايه متل ما سمعت انتو رح تاخدوه هادو الغراض للمدرسة ولازم توصل للمدير يا بابا هيك رح نتأخر على الدروس شو دخلنا؟ ما رح ناخده نحنا؟ والله جد ما رح عيد كلامي أنا حكيتي اللي عندي وانتهى الموضوعي أنا ما رح أاخده كيف عم تعرضني؟ خلي أنوار ياخده وانتخده أنا شو دخلني؟ يلا كل واحد منكم يحمل من طرف يلا ليش صافنين؟ أوف يا ربي خلصوني رح تتأخروا انتبهوا على بعض بفهوم يلا لشوف كيف بدي أتحملك طول الطريق ما بعرف؟ انت عم تحكي أنا اللي بدي أحكي حظك كتير حلو حظك كتير حلو سمعني خلص كتير رح نغير الخطر انت اللي بتسكت ما في داعي نستنى يوم واحد لأولاد لحالهم بحاكيك بعدين بيكفي تتخانقوا يا أولاد بس الصندوق كتير تقيل بيكفي حكي خلصنا المدرسة كتير بعيدة يا بابا خلينا نروح بالتاكسي لا ليش ما عم تفهمي رفيف؟ أبوك عمي عاقبنا قلبي ممرتاح كله بسبب غبائك تعاقبنا حد الزمن ما فيه أمان أبدا كيف هيك بدون يروحوا لحالهم؟ والله شي مو على منطقي ما في داعي لهالخوف كله يغصون لازم نمشي سيدي ايه؟ يلا أنا كتير تأخرت عندي اجتماع اسف اه خلصينا بقى عم تبشى على مهلك كأنه ما عنا مدرسة أبداً تعبت كتير كل شيء عم يصير معنا بسببك أنت وشو دخلني انا؟ لو ما سرقتي موبايلي ما كنا رحنا على المدرسة ماشي بطل تساعدك اي بلا ما تساعديني على الاساس انا كدير حابة باخد الصندوق معي وف خلص تمام رح نتأخر خلينا ناخده تعال ساعدني يلا ايه تمام ليكل لقيت الولاد انا شو رأيك نجمع المساري اللي معنا هنا اخد تاكسي؟ ما رح اعطيك شي متل ما بدك خلينا نمشي بالشمس اف ويا انا تعبت هدول يلي معي وانا معي هدول وهلا التاكسي وينه؟ ما اجت ولا تاكسي اف يا الله رح نتأخر خلينا نمشي مرحبا يا اولاد بدكن حدا يساعدكن؟ ايه نحنا بدنا تاكسي تاخدنا على المدرسة بس هون ما في تاكاسي اذا بدكن انا باخدكن شكرا عمو اعطيني هاد لشوف ما بصير نروح معه احنا ما بنعرفه انتي شو دخلك؟ ما رح نروح معك عمو عطينا الصندوق ما تخافوا يا اولاد رح وصلكن على المدرسة لا ما في داعي شو وصدك انتي؟ شو صارلك ما بصير نروح معه يا امير؟ قلتلك ما تدخلي يا امير ما بصير نروح مع عالم ما بنعرفه شو بك انتي؟ انتي سكيتي بدنا نروح معه ما رح نروح لا رح نروح مو بكيفك ما رح نروح صح يا اولاد ما بصير نطلع مع عالم ما بنعرفه برافو بس انا رح ااخدكم بكل احوال مو يا حلوة؟ تركني بعد عني شو متزاوي تركني امير ساعدني يالله تعيي ما عم تفهم تركه امير ما عم تفهم يالله تعال انتي اسكوت خراس يالله امي خطفوا رفيفوا امير واقف عملك ساعدونا يا عالم عم يخطفوا الولاد الله يوفق يا ربي ساعدني شو بدي ساوي هلا؟ خير خير شو صاير يا اختي؟ في واحد خطف الولاد شو؟ ولاد مين؟ ان الولاد السيد جاميليا شو؟ سيد جاميليا؟ حاولت اتصل بالشرطة سبتريد لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة